اشتركوا في القناة ازمة في الانتخابات الامريكية راصد الزلازل الهولندي كارثة في اسبانيا حزن في الوسط الفني ويلا بينا نعرف كل التفاصيل طبعا من اكتر الموضوعات المتصدرة لترنت حاليا هي الانتخابات الامريكية واللي كتير من الناس شايف ان نتائجها هتأثر بشكل كبير جدا على مستقبل كتير من الصراعات والحروب اللي بتحصل في العالم ولكن الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده كان واحد من اكتر الفيديوهات اللي انتشرت خلال الايام اللي فاتت واللي حقق ملايين من المشاهدات على مستوى العالم وزي ما احنا شايفين في الفيديو بيزر عطل في واحد من اجهزة التصويت الخاصة بالانتخابات الامريكية واللي موجودة في ولاية كينتاكي وفي واحدة ستة بتحاول انها تختار ترامب لكن كل ما تختاره الجهاز يختار كاميلا هارس من نفسه وطبعا الموضوع عمل حالة كبيرة من القلق لدرجة انه المدعي العام الخاص بالولاية اتدخل لحل المشكلة دي مرة تانية اصدر اسمه راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغر بيتس الترند خلال الايام اللي فاتت وده بعد ما فيديو نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك واللي حذر فيها من نشاط زلزالي مرتقب وقال انه الزلزال متوقع انه تكون قويته ما بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر خلال شهر نوفمبر وده من غير ما يقول او يوضح المكان اللي ممكن يحصل فيه الزلزال وهنا لازم نوضح شيء مهم جدا وهو انه بالرغم من ان توقعات فرانك صدقت قبل كده بخصوص زلازل حصلت في تركيا واندونيسيا وغيرها الا انه كثير من علماء المتخصصين بيرفضوا نظرياته وتوقعاته ويقولوا انها مش علمية بالمر انتشر خلال الايام اللي فاتت اكتر من فيديو بيوضح حجم الكرفة اللي بتعيشها اسبانيا حاليا والحقيقة انه الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وحققت ملايين المشاهدات العالميا اقل حاجة نقولها عنها انها مرعبة بكل معاني الكلمة لان الفيديوهات بتظهر انه مياه الفيضان تقريبا ابتلعت اليابس والارض وده ادى الارتفاع عدد الوفيات لأكتر من 250 شخص لحد دلوقتي المرعب اكتر انه الصور اللي ارتقطتها الاكبار الصناعية واللي اظهرت اجزاء من الارض في اسبانيا وكانها بقت جزء من البحر المتوسط والمناطق الساحلية هناك بقت تقريبا جزر الاسبوع اللي فات كان اسبوع حزين جدا على الوسط الفني في مصر وده بعد رحيل اتنين من اكبر الفنانين وهما الفنان حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي البداية كانت برحيل الفنان حسن يوسف عن عمر 90 سنة وده بعد فترة قسيرة جدا من المرض والحقيقة انه الفنان حسن يوسف حالته الصحية تدهورت جدا بعد وفاة ابنه السنة اللي فاتت وبعده بيوم واحد جي خبر وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر 82 سنة بعد فترة قسيرة برضو من المرض ربنا يرحم الفنان الكبير حسن يوسف والفنان الكبير مصطفى فهمي ويلهم اهلهم الصبر وبكذا نكون خلصنا فقرة ترانز اوف دي ويك ودلوقتي يجي معنا مع فقرة سكوب طبعا من اكتر الموضوعات المتصدرة لتراند حاليا هي الانتخابات الامريكية ونتيجها وتأثير النتيجة النهائية الانتخابات على كل الاحداث في منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام وطبعا في عشرات الاسئلة في دماغ الناس يا ترى الحرب على غزة ولبنان هتقفوها لا يا ترى صراع ايران مع دولة الاحتلال هياخد شكل تاني ولا لا طيب الحرب الروسية الاوكرانية مصرها ايه وغيرها وغيرها من الاسئلة اللي شغل بال كتير من الناس على السوشيال ميديا وكمان طبعا برا السوشيال ميديا عشان كده هيكون معنا دلوقتي مدخرة مع الكاتب وصنع المحتوى محمد صلاح ازاي حضرتك كيف عنا في البداية شايف ازاي الانتخابات الامريكية هتأثر على سير الاحداث في الشرق الاوسط والله ايه وانا بالنسبة للانتخابات الامريكية في الظروف اللي هي بطور بيها دلوقتي هيكون لها تأثير كبير طبعا على مجرات الاحداث وانا كنت انا من الاطراف اللي بتقصتها يعني انا بثلاث شهور كثيرة جدا لازم نركز عليها اكتر ما بنركز على الانتخابات يعني انا براحز الناس كلها بتفكر في الانتخابات اكتر ما بتفكر في الثلاث شهور دول رغم ان هم خاطرين جدا يمكن بدأت الخطوة بايتهم تظهر من بعد الاجراءات الاستثنائية لخيطتها العدارة الامريكية مؤخرا لما بدأت ارسال بعض الطائرات والقاجتات الاستراتيجية القادرة على حمل السلاح نووي ودي على فكرة اسلحة متتحركش على اسلحة تعتبر اسلحة دقيقة جدا وغالية جدا وخطوطها عزيزة جدا ولا تتحرك الا الاوامر او الاوامر عسكرية انها يكون في اشتباك عسكرية وهيكون ميها دور في هذا الاشتباك فانا قبل ما يكون عندي فكرة تفكير عن تأثير الانتخابات الامريكية او متيجة هذه الانتخابات على القيمة او على الشرط الاوسط حابب ان كلنا مبص على تقاط شهور الانتقالية او الفترة الانتقالية اللي بتحصل بالوقتي لان فعلا جو بايدن اخطر من المرشوحين الموجودين في الانتخابات حتى دي المعاصر هل هيكون فيه ارتباط مباشر بين نتيجة الانتخابات وبين مصير الحروب والصراعات في المنطقة ولا بكل تأكيد هيكون فيه ارتباط واضح بينه من بعض لكن كل ده تبقى الاستراتيجية او تبقى الاهداف الامريكية امريكا كدولة لها اهداف محددة يعني امريكا مش من الدولة اللي هي بتحاول انها تتحدث بشكل وخاءة او تذهب في اي تحرك عسكري عبفة هي عندها اهداف واضحة عندها اهداف لازم توصلها بطريقة او باخرى وده الصراع الانتخاب الامريكي هو مش صراع بين هدفين لا هو صراع بين استراتيجيتين لتحقيق نفس الهدف لكن مش معنى كده ان فيه رئيس هينجح هيخلي رئيس التاني هيعرضه في الهدف الاستراتيجية الامريكية لا كده اللي بتابع لسياسة الامريكية بشكل صحيح واللي بتابع تاريخ امريكا نفسه يجد ان الدولة دي يا جماعة اقرب الى المؤسسة منها الى الوطن فلما نقل الدول اللي تشبه المؤسسات دي تمشي ازاي؟ تمشي ازاي المؤسسة بالزر واحد يفضل مثلا ان الانجاز كله هدفه ان المؤسسة تصل الى المؤسسة الربحية او المكسب لكن واحد شايف المكسب يجي بالطريقة دي والطرف الاخر يرى المكسب يتحقق بطريقة اخرى هو ده الخلاف اللي بيحصل دايما بين المرشين في الاتخابات الامريكية بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية متوقع مصيرها يكون ايه؟ الحرب الروسية الاوكرانية بتتوقف حول مادة التفاهم اللي يحصل بين الرئيس الامريكي القادم وبين روسيا الموضعات الخلافية الموجودة بنا مبين ومعدد كبير من الموضعات الخلافية سواء بخصوص مناطق النفوذ الروسي سواء بخصوص مناطق تمدد الناتو الشرق اوروبا سواء بخصوص اتفاقيات تطيور الاسلحة النووية احتلال الفضاء تطوير الأسلحة السيبرانية كانت في مجموعة من الخلافات الكبيرة أغلبها تتعلق بالأوضاع الجيوسائسية وبالأسلحة أو بتطوير الأسلحة وخصوصاً الأسلحة النموية والأسلحة والصواريخ بعيدة المدى الباليستية في بعيدة المدى والهايبرسونيك كمان ومجمع من صواريخ المتطورة أو الأسلحة المتطورة التي تنكرت بها روسيا دلوقتي في الفطرح حالية أو في الوقت الحالي فرص أن هما يصروا والاتفاق تكاد تكون قليلاً أن الحرب الروسية الأوكرانية بمناسبة هي حرب الوكالة هي مش خلافة على حدود ولا خلافة على وجود لا الموضوع أكبر الحرب الروسية الأوكرانية في أكبر صورة أو في أكبر صورة هي صراع بين عالمين عالم جديد يشكل على مهل وعالم قديم رافض أن هو يترك مكانه أو يتنازل عن سلطته وقويته لأحد فتجد الموضوع كله قلب إذا حربه بالوكالة لكن شئنا أما بينها هيحصل توافق بين الطرفين بقى أسرع وقت ممكن ولن يخسر في الحروب بالوكالة إلا الأدوان دايماً الطرفين اللي يحاربوا بعض بالوكالة بيصالحوا في الآخر بيلاقوا حاجة يتفقوا عليه بقدروا أن هم يوصلوا لأجريمت في نصر أن هم يتفقوا حبة عليه وحبة عليه أي أن كان هذا الشكل لكن حيصوله في النهاية ولن يخسر من هذه المواجهة إلا أوكرانيا اللي خصوص كل حاجة أبيباً طيب أستاذ محمد حدريك تقول إيه للناس اللي بتقول أن فوس ترامب هيغير شيء في الأحداث خصوصاً في الصراع العربي الإسرائيلي هنرجع لموضوع الأهداف يعني هو الأهداف واحدة بين ترامب وموين كمال هارس داخل الشرق الأوسط وحابب بس أقول نقطة هي فكرة أن المنطقة العربية عموماً ملهاش أولوية كتير في الصراع الأمريكي على مدى التاريخي بتاعه يعني المنطقة العربية أو الشرق الأوسط عموماً مالوش مساحة مالوش مساحة كبيرة في الصراع الأمريكي إحنا بس حظينا النهاردة الفترة دي علشان خاطر الحروب كلها شغالة في منطقتنا إن كانت حرب غزة أو إن كانت حرب لجنان أو إن كانت الحرب اللي في الضفة الغربية أو الاشتباكات اللي بتصل في الضفة الغربية تزامن كل هذه الأحداث مع الانتخابات هو اللي فرض على الطرفين من هم يتكلموا عن الشرق الأوسط لكن الشرق الأوسط كمالف أهداف أمريكا واضحة جداً في هذا المالف استقرار وأمن وأمان دولة الدولة الزرقاء دولة إسرائيل استقرار طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة وأماها باب المندب البحر الأحمر كمسكويس الفروات والطاقة وبعد ذلك ما يفعلش معها أي حاجة تانية هل هيكون في فرصة الواقف الحروب هم الطرفين تعهدوا فيواقف الحرب كل طرف منهم قال أو الموصل البيت الأبيض أو الحرب حاني لكن السؤال الأهم هو السؤال اللي بنتكلم عليه بقى أنه سنة أو أفتر وهو اليوم التالي للحرب هيكون إيه كل مرشح منه تبصص اليوم التالي للحرب إزاي هيوصل لهذا اليوم بأنه خطة حل الدولتين هيتطبق إزاي طبعا كل واحد ما هاخد تطول جاهزة واللي عارف كل وقت هعرف أول ما هيوصل البيت الأبيض هيتصرف إزاي وهيعمل إيه لكن زينا بيقولوا كذا مش عايز يكشف ورقه أو مش عايز يدمي الورق كله على الأرض مرة واحدة يحاول يكسب الصلاة المرشحين وبعد ما يوصل البيت الأبيض هنشوف الكلام الحقيقي يا مشاكل عام الكاتب وصانع المحتوى محمد صلاح بشكر حضرتك جدا على المداخلة وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا استنونا تعالوا نشوف ياسمين عبدالعزيز بتعمل إيه على السوشال ميديا وإيه أكتر الابليكيشنز المتفاعلة عليها نبدأ من الانستجرام لأنها نشيطة جدا عليه بتابع ياسمين عبدالعزيز 19 مليون و300 ألف متابع أما هي فبتابع حوالي 45 أكاونت منهم نجوم من الوسط الفني زي الفنانة هند صبري سوسن بدر إيمان السيد وغيرهم من النجوم طبعا إحنا ملاحظين وأكيد أنتوا كمان أن ياسمين عبدالعزيز الفترة دي نشيطة جدا على السوشال ميديا تعالوا نشوف تفاصيل صور الإنستجرام عندي ياسمين عبدالعزيز لحد دلوقتي نشرت حوالي ألف وخمسة صورة وفيديو الصور كلها عبارة عن بوسترز لعملها ومشاهد مسلسلتها وأفلامها وكمان فوتو ساشنز ديها نشرت أكتر من خمسين صورة لفوتو ساشنز كلها بلوكس متنوعة ومتميزة ولكن إحنا لاحظنا أنها بتحب جدا تصوير السالفي سواء صورة أو فيديو فلقينا أنها نشرت أكتر من عشرين سالفي لها على الأكاون ياسمين عبدالعزيز بتحب جدا تشارك جمهورها بكواليس أعمالها زي آخر إعلان صواريته الوحدة من شركات الاتصالات من المعروف عن ياسمين عبدالعزيز بعلاقاتها الطيبة بنجوم الوسط الفاني خصوصا أصدقائها القريبين زي أحمد السقا مونة زكي وأحمد حلبي فهي نشرت حوالي عشرين صورة تجمعها بيهم الرياضة كمان بقى لها نصيب كبير جدا من الصور على أكاونت ياسمين عبدالعزيز والفيديو ده حقق أكتر من 23 مليون في يوم من الانستجاب نروح للفيسبوك وبيتابع ياسمين عبدالعزيز 19 مليون متابع وفي كده نكون خلصنا فقرة السوشال دفنا النهاردة ووصنا محتوى موسير دايما للجدل خصوصا داخل الوسط الفني أغلب فيديوهات وهتلاقي عليها ضجة كبيرة سواء بين الفنانين أو النقاد وده لسبب بسيط جدا وهو أنه قدر يزبط نفسه على ساحة الميديا وفي وقت قليل جدا وبقى بيتابعوا الملايين حرفيا سواء عشان يسمعوا صوته وتلخيصه الأفلام والمسلسلات أو علشان يتفرجوا على نقضه الساخر للأعمال الفنية المختلفة اللي بيتم عرضها ونوارنا النهاردة صانع المحتوى المميز جدا محمد طهر إزايك محمد عامل إيه الحمد لله مبسوطة جدا جدا وبعد الإنترو يتبسطتك كتر السراح بجد جدا الحمد لله بص أنا أول حاجة طبعا عايز أسألك عليها هو وإنت إزاي جات لك الأفكار دي أنهي أفكار أي أفكار كل الأفكار إحنا عدنا تكلمنا شوية حلوين قبل الحلقة كان عندنا وقتنا نحن نتكلم مع بعض وأنا اكتشفت أنت بتعمل حاجات كتيرة جدا من زمان في التلفزيون وبعد كده ابتديت تعمل كمان حاجات على السوشيال ميديا يعني نبتدي الأول من التلفزيون وبعدين ندخل على السوشيال ميديا أوكي أنا يعني هو أنا مامتش حاجة يبتيجي كده والله يعني الواحد بيحاول يكتهد وهي بقى بتيجي كده فأنا اشتغلت في التلفزيون من حوالي 10 سنين أو 11 سنة كده اشتغلت لمدة 8 سنين وفي آخر سنة لها في التلفزيون كان وقت الكورونا أنا من المستفدين من الكورونا بالمناسبة يعني وكان كنت شغال مراسل وكان مطلوب مننا في القناة اللي كنت شغال فيها إن احنا نعمل تقارير من البيت نبعتها للقناة عشان تنزل عشان احنا مش لقين حاجة نعملها ومش هيسيبونا نوعد في البيت من غير شيء ولازم يشغلون طبعا طبعا في حاجات اترفضت من القناة في حاجات حبوها في حاجات نفعت في حاجات تعدلت فكان دي أول مرة حس فيها تقريبا أنا ممكن أعمل حاجة voice over بصوتي والناس تحبها لأن أنا مش لقينها أي حاجة أعملها فكنت بقعد جواه الدوليب أسجل voice over عشان أنا ساكن في منطقة زحمة أوكي فخف الصوت آه فكنت باجي بعد الساعة 12 بيأي أسجل وأبعت لهم في حاجات كتير بتترفض فكنت بأخد أحطها على البروفيل بتاعنا أوكي فبقى أهم حاجة رفضت الحمد لله اللي أنهم رفضوها كان ركاب لفيلم مش ركاب كنا بنشرح إزاي في مسلسل دارك ده كان مسلسل تريند قوي وقتها إن ما حدش فيهم حاجة مسلسل حاولت أن أنا أشرح المسلسل بيتكلم عن إيه خصويا أن السيزون الأخير كان نازل فكان تريند فكان مسلسل مؤقت أنا شرحته وعلى شوية هي جات كده فالناس حبت الفيديو فحسيت أن أنا شفت مستقبلي أنا حاول أستغل النقطة دي وبس بقى وبدأنا أوكي وده كان أول حاجة أنت حطيتها على السوشيال ميديا لا مش أول حاجة أول حاجة تتشاف أنا حطيت حاجة كتير أول من زمان أول مشتغلت في التلفزيون وأنا كل كم سنة كده حاول أعمل حاجة سوشيال ميديا ونزلها وما تتشافش فالحد ما ما تشافتش عشان كان لسه الناس مش عارفينك ولا ما تشافتش عشان كان لسه السوشيال ميديا مش أكتب أول لأ عشان هيدا كانت سيئة جدا كانت وحشة قوي يعني كنا بنحاول كان أعمل حاجات بس كانت وحشة وأنا مش فهم سوشيال ميديا فهي جات كده أوكي طب إيه أول فيديو أنت عملته وحاسيت أنه عمل مشاهدة وتخضيت من العدد للناس هو ده هو بتاع مسلسل دارك أوكي ده اللي أنا عملته وصحيت لقيت تقريبا كان 300 ألف فيو 400 ألف فيو ده يا نهرب يطبع كنت روحت تاني يوم الشغل القناة مش عايز حد تتكلم معي أنا فنين كل الناس عرفتك بقى وكده بعدها مع الوقت بقى طبعا لا يعني أنا كنت اشتغلت سنة في الميديا وأنا لسه زي منا وبعمل حاجة على سوشيال ميديا وكنت شغال في التلفزيون فكنت مثلا أنزل أعمل تقارير في الشارع أنزل أعمل فوكس بوبس مع الناس أسألهم في حيات معينا فتلاقي حد بيقول لأنا عرفك فطبعا ببقى سعيد طبعا فمع الوقت بقى خلاص لحد الوقت مش كل الناس عرفة طهر فانت بنسبة من فيه ناس بتشوفك أكتر ونسبة شوفك أكتر ونسبة شوفك أكتر فانت هو من أول يوم لحد الوقت انت بتحاول أن انت تكسب ناس أكتر تقدم للناس القديمة عشان ما ينسكش فالحور بيبقى معقد شوية بس نحاول نحن نطور في المطلقة بيتر دوبلر يبقى جوز شيرلوت وجدها وأبو إليزابيس وجوز بنتها أبوه يبقى هيلجي دوبلر اللي زمانه هو عنده سبع سنة قتل ومان أولا واللي قتل ويبقى أورش نيلسون اللي ما كانش تولد وقتها أساسا طيب ده بالنسبة لإزاي أنت بتديت بعد كده بتديت تعمل حاجات مختلفة وكتير على السوشيال ميديا قلنا بقى بتديت بإيه والله أنا بحاول أعمل كل حاجة عارفها أنا نفسي أعمل كل حاجة في الدنيا بس إحنا أول ما بتدينا بتدينا بحوار الموفي ريكابس دي الكوميدي اللي إحنا بنعملها أنت تجيبي فيلم أو مزلزل وتحكي بطريقتك أنت بإفاتك أنت بالطريقة اللي الناس تحب أنها تسمعها منك أنت مش مجرد بتحكي الحاجات دي أكتر حاجة تشافت بالمناسبة أكتر حاجة نسحبتني عشانها بس في نفس الوقت ممكن تدخل تلاقي كوميدي كده حد بيقولك أنت دمك يلطش أنت دمك يقرف بطل سخافة بقى أنت دمرت الفيلم فحسيت أن أنا ممكن أكسب الجمهورين فعملنا حاجة اسمها فيلم في الخمسينة أن نركاب الأفلام من غير كوميدي عشان ناس اللي ما بتحبش خف الدم الهائلة دي وزي ما احنا بنعمل كوميدي أنني ممكن أكسب جمهورين عكس بعض وفي ناس طبعا مش عاجبها الاتنين أصلا لحد ما في رمضان 2021 بالصدفة كده مش فاكر كنت عايزة عمل حاجة على فيلم عربي ومعرفناش بسبحة أول ملكية فقلت رمضان ده ناخده أجازة فحد قال لي لأ تم ده سيزن رمضان قعدنا نفكر إزاي الكوب ريتس فقلت نطلع بنفس سنة بقى أطلع أهزر على كان الأول بهزر عادي لحد ما الحور بقى وصل لكوارث أن أنا أطلع أهزر على الأفلام والمسلسلات فحسنت أنت هنا وحسنت الناس تحب رأيي أصلا ده كانت حاجة غريبة بالنسبالي أنا بحب السينما والفن وبقى طول عمر بتفرج على الأفلام واشتغلت في الميديا والكلام الضريف ده بس أنك تقول رأيك والناس تحب ودي حاجة مستهلة أنه قد ممكن الناس محبهم مش أصلا فده كان لين جديد كده كان حاجة جديدة ضفناها أن احنا نطلع ونقول رأيينا وفضلنا شغالينا على الثلاث حاجات دول حوالي ثلاث سنين لحد ما مؤخرا أعملنا حاجة جديدة اسمها ميدنايت أن أنا بتشتم كتير قوي من ناس معينين أو ما بيحبوش الكونتينت أنه هما بيشوفوا أنه ما بفهمش ممكن بعندهم حق الله أعلم مين بيعان لهم ما بيشوفوا أنه ما بفهمش الناس اللي بتتفرج العملاء لك فالو ولا النقاد مش كل النقاد يعني فيه نسبة من النقاد نسبة من الصحفيين نسبة من الفنانين نسبة من الناس العادية شايفين أنت بتقول رأيك ليه فهي فيه ناس كتير كانوا بيتكلموا أنت بتقول رأيك ليه ناس تقول أنت بتدمر السينما ناس تقول لا ناس بتقول آه طبعا هاي اللي أنت بتعمله فحبينا نحن نعمل حاجة جديدة وأنا يعني حبيت أن أنا برضو أعمل شغل جديد جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده فعملنا مؤخرا حاجة اسمها ميدنايت ده شو على اليوتيوب شنان عليه سنة كاملة أننا كنا عايزين نوسطق حاجة عن السينما البداية كان نوسطق حاجة عن السينما المصرية لأن ما احترامي للجميع أي حد بيطلق أتكلم في السينما المصرية تلاقي مصادر مش عارف موقع إيه منتديات إيه فحاسنا أننا عندنا أزمة في الأرشافة بتاعتنا لحد ما تعرفت على حد عرفني على حد عرفني على حد فيه ناس تعرفت عليهم هم بيحبوا يجمعوا داتا عن السينما بس هم بيكتبوش أصلا فيه ناس هو يتلاقيه مثلا ممثلة زي كاماليا هو فيه حد بيجمع داتا عنها لنفسه أصلا فبداية تعمل بقى الشبكة مع نزل إن إحنا عايزين نحاول ده البرنامج بقى كالبرنامج بقى عن السينما كلها عموما فنزلنا ميدنايت بقى بنتكلم فيه عن السينما عموما بعيدا بقى عن التريندات بعيدا عن النقد بتاع الأفلام بعيدا عن المسلسلات المصرية أو اللي بتتعرض إحنا بنامت حاجة عامة عن السينما عموما لما أنت بتيجي تعمل نقط أو بتهزر على فيلم مسعة معين أنت بتبقى بجد من جواك مش حبه ولا بتكون حبه هو لا ممكن أبقى حبه وهزر عادي هو اللي بيفرق معايا أن أنا ما أقولش حاجة مش مقتنع بيها بس ممكن يبقى فيلم ناجح جدا وهائل جدا واطلع أهزر أو أسف أو أيا كان المسمى على أو أسخر من حاجة فيه ممكن تبقى كويسة بس نطلع منها إفية عادي بس ما أطلعش أقول إن هي وحشة يعني ممكن أهزر آه بس من غير ما أقول إن هي وحشة لو هي عجباني لو مش عجباني بقول إنها مش عجباني طيب أنت بتتفرج على كم مسلسل وكم فيلم لحد ما بتوصل أنت تنقي حاجة لا كتير يعني أنا طول عمر يحب الأفلام والمسلسلات يعني أنا فاكر مرة من كتر أنا معي يوسف إبراهيم من الناس التي تشتغل معي اللي أسسوا معي مثلا فيلم في الخمسين فيوسف كان معي في الجامعة وأنا هو عارفين إن إحنا منزلهم بتحب الأفلام نقط من أيام ما كنا بنجيبها البعض على السديهات بعد كده مش عارف بقى فلاشات بعد كده لينكات فإحنا عندنا إدمان الأفلام فأنا فاكر فيما هو وفي مرة سألني قال لي وحنا ينفع نكسب من فرجتنا الأفلام دي أي حاجة فأقولت له إن شاء الله ربنا نسأ فلما بقينا نعمل ده فكلمته هو فإحنا من زمان إحنا الاتنين لأ إحنا هي هوية أنت بتحب تفرج على الأفلام بتحب تفرج على السينما بتحب تفرج على حاجات قديمة على حاجة جديدة على مسلسلات وخصوصا كمان أنت دلوقتي بقى عندك بقى فيه منصات كتير قوي فالمعروض بقى كتير فأنت غزبا عندك بتعايز تفرج على حاجة كتير عشان تبقى بتلاحق الترندات اللي أنت بتشوفها حواليك أكيد جاء لك نقدة قبل كده اللي هو أنت مدرستش عشان تقول فكرت أن أنت تدرس أدرس إيه مش عارفة بس هو يعني أكيد حاجة ليه علاقة بالموضوع ده يعني أقولك حاجة 90% ما تيجي تشوفي أعظم الأسامي في النقد سواء المصرية المعصرة أو الأديمة من الأول اللي كانوا بيكتبوا في الكواكب واللطاق في المصورة وكل المجالات الأديمة وبرة كمان بتلاقيهم أن أغلبهم كانوا صحفيين فن يعني مظبوط أغلبهم الغالب حتى في مصر هنا ما بتلاقي حد مثلا في حد كان بيشتم عليها أصلا أو بينتقد اللي بيحصل ده وهو أصلا صحفي فن وبيطلع كنقد فني فأنا اشتغلت صحفي فن كتير بس أنا عمري ما حسبتها كده إنت عايز تقول رأيك بتقول رأيك هتتحط في حتة نقد دي بقى لما يجي خصصولك مثلا مكتب في الأهرام أو مثلا هتتعين مدرس في النقد إنما انت حد بيطلع تقول رأيك هل أنا محتاج أقدم لك مبررات إن أنا ليه طالع أقول ده حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة ممكن يبقى دارس ومفا مش مثلا فأنا بحس إنه لا أنا مش هشغل بالي بدأ أنا بطلع أقول رأي بطريقة معينة وخلاص في ناس بتحبها في ناس ما تحبهاش لو أنا درست في ناس هتحبها وناس ما مش هتحبها فهي هي طيب هل جاء لك كومنت مرة ويمكن ده ممكن يكون حصل في الأول مش دلوقتي إيه بقى إنه مثلا حد قال لك حاجة ضيقتك جدا لدرجة أنت حسيت أنت اكتئبت آه كتير في الأول ولا دلوقتي لسه لا دلوقتي خلص الواحد اكتئب لا الواحد تبلد أصلا من الاكتئاب يعني اللي قابله كذا مرة أنا وراء حد دخل شتمني في كومنت وهو كان ساكن جنبي عرفت ونساكن جنبي لا معرفوش عرفت ونساكن جنبي تتعاملت البستجيشن عليه؟ أو الله لقيت في الآخر عائل صغير وبابا قال يعني هو بابا استغرب وزعق له وبتاعنا حسيت أنه هو إيه الحوار أنا حسيتنا مكبر الموضوع قوي أسنت دايقت قوي للدرجة دي أه كتريسة ببتدي وحد شتمني فما حسبتاش بقى إن ده العادي وساعات بقى بيبقى في كومنت مثلا حاجة بالدايق أو إن أنت تبقى حاطة لحاجة إكسبكتيشنز عالية قوي إن أنت دي هتعجب الناس وما تعجبهمش دي ممكن لستهل الحاجة اللي تدايق لحد دلوقتي دي الحاجة اللي حد دلوقتي بتدايق فبس مش قوي بقى زي زمان خلاص بس زمان بقى في الأول حد يكتب كذا حد يشتري يقولك الوقت ده كذا حد ينتقدك الحاجة دي في الأول وبعد كده خلاص وبتسبهم عادي ما بتعملهمش مثلا ملوقع أو أي حاجة دلوقتي وأنا بقرأ الكومنت مثلا بفلتر واللي عاجبني تمامه واللي مش عاجبني ما كاني مش فتوش ومفتدائش يعني خلاص أو في حاجة ممكن ما تعجبنيش بس بقى صح فحطها في حسبيتي مثلا ده اللي هو بقى اسمه النقد البناء أو أي يعني لا ممكن يبقى حد داخل مش عاجبه بسومكي ممكن يبقى عامل حاجة سخيفة قوي فيقول انت كذا وكذا وكذا شوف لك شغلانة تانية مثلا فشوفي أنا ممكن الشغلانة دي ما بيتش مناسبة معي يا عم انت فحاول ان انا نطور مثلا طيب الكومنت اللي جالك اللي ما تنسهوش من كتر حلوته لا هو أول فيديو يعني هو دايما لما بتكسر ريكورد معين هو ده اللي ما بنسهوش يعني آه طبعا فيه ممثل ممكن يبقى لك حد انت بتحبه مثلا بتتابعه مثلا فجأة هو اللي بيتتابعك مين لا كتير لا فيه فنانين كتير مين أفتر حد أثر فيك أثر فيها بمعنى إيه أنا مبسطة قوي وحسيت اللي هو إيه ده أنا مبسوطة قوي إن أنا جالي الكومنت ده من الشخص ده والله مش مفيه حد معين بس بيحصل كدير بس مفيش حد معين في ضلت مثلا لو أهي مش مصدق لا لسه شوي طب ردود أفعل فنانين يعني فيه وفيه فيه ناس بتزعل فيه ناس أنا عرفت فيه فنانها مصرها شهيرة يعني مش هنقول اسمها اتكلمت عن المسلسلة اللي هي عملاها في رمضان ٢٠٢٣ اللي هو قبل اللي فده يعرفت من مخرجة شهيرة برضو زميلة لها إنها اكتأبت بسبب كلامي فاتضيقت فهي قالت لي لا ما هي هي اكتأبت عشان أنت عندك حق قلت لي هو العمل كان سيء وهي ما كانتش راضي عنه وتفاصيل كده فديقت أكتر حاجة دايقتني صراحة إن فيه حد بسببك اكتأب مش حد تضيق بس هي بعدها هتختار أحسن برضو ممكن بس في الآخر كان السبب من العمل سيء فيه ناس بقى لا فيه ناس بتضيق وفيه ناس بتحاول تقفل لك الأكاونس بتاعتك فيه ناس بتتبسط قوي فيه ناس بتهضر فيه ناس مثلا لو طلعت قلت هم سيئين يعني أفتكر محمد القص مثلا في مرة تكلمت عنه في مسلسل في رغم اللي فات هو أخد الفيديو بتاعي وعمل شير وقال طاهر عنده حق على فكرة أنا كان المفروضة اشتعل على العربي فكل واحد رد فعله بيختلف حسب شخصيته طيب بالنسبة الأنواع المسلسلات أو الأفلام اللي أنت بتختارها بتختار الأنواع على أساس إيه إيه أكتر حاجة مثلا كتالناس شفيتها أو أكتر حاجة مثلا كتالناس متابعها مش حاجة معينة فيه حاجة مثلا مش مع ترند مع الناس وأنا عارف أنا مش هتجيب مع الناس بس أنا بحابة بعملها ده بيحصل كتير قوي وفي نفس الوقت أنت لازم تراعي الناس أنت تقدم لهم الحاجة لهم ما بيحبوها فبتبقى معضلة صعبة ففي الآخر بتبقى أنت عايز حاجة تعجب الناس بس ترديك في نفس الوقت فبنحاول بقى نحن نشوف حاجة تنفع كويسة وفي نفس الوقت هتعجب الناس بس دائما الاختيار بيقى صعب يعني دكتور نبيل فاروق الله يرحمه لما كان في لقاء الماك مع صاحبة السعادة كان بيقول لها أن المعقب جديات البيع أو النجاح لأي عمل لأي عمل أدبي ده هيبقى ملياردير فإيه ده على كل حاجة فيش حد بيعرف أن الفيلم ده ينجح ولا الفيديو ولا الكتاب ولا أي حاجة هيبتيجي كده طب انت معك ناس بيساعدك ولا أنت الوحدة لا إحنا تيم طبعا في الأول كنت الوحدة وبعد كده بقنا تيم يعني أكيد مش عارف أعمل كل ده بقى معي ناس يعني الحاجات الكوميدي ستيل أنا اللي بكتابها لحد الوقت بس مثلا الفيلم في الخمسينة في البرنامج بتايم في حد بيكتب أنا أخد أصيغ في ناس بتصور في ناس بتمنتج يعني لأ إحنا بناملك حاجة كتير فلازم بيقع معي تيم عشان ما زهقش بعد كده طيب في مشكلة حصلت لك لقنوات بتاعتك الخاصة بملخصات الأفلام لا لا لكل الناس كل الناس كل الناس كل الناس إيه اللي حصل لا ده يعني بيحصل لحد الوقت يعني مثلا إحنا بنسجل الحالة دي أنا أقافل الفيسبوك بتاعشان خايف في المطلق لا فهمني طيب إيه اللي بيحصل بالزبط إن بيجي مثلا أنت بتبقى منزل يعني الحوار كان الأول أنت منزل ملخص لمسلزل فأنت أخد الماتيريال بتاعته كلها فبتحط صوتك بس فبيتشال كوبرات لو صاحب الفيديو الدي أو صاحب العمل ما ببساطش من أنت قلت وده بيحصل كتير تبقى الحوار يعني الفيسبوك كل شوية بيغير الرولز بتاعته وإن أنت ما بفعش حط صورة فأنا كنت عمل 30-40 فيديو على مدار سنتين فكلهم تشالوا فالبيتش تقفلت فرجعنا واحدة وعملنا واحدة وهكذا وما تنزل بوست مثلا كل ما ببقى ليك أعداء كتير مش أعداء يعني كل ما بقى فيه ناس حب أن أنت ما تبقاش موجود أو ما تكلمش عنها فهو ما بيحاولوا ويضايقوك فأنا مستخبي عندك وأنا قفل الفيسبوك وأعد هنا تخليك أعد تحركش إحنا مبيتين كنا نعطع معينا طيب مهرجان الجونة آه لا ميله لا أنت قول لي ميله أصلا الجونة السنة ما تكلمناش عنها عشان مش عارف لي والله ما تكلمناش عنها مش عوايدك آه لأن احنا حسينا أن احنا فيه ظروف كويس يعني المهرجان مش في أحسن حالاته والظروف مش في أحسن حالاتها فما تكلمناش عنه السنة اللي قبلها ما تتعاملش برضو كان تتعامل صغير واللي قبلها ما تتعاملش فمهرجان الجونة ده من الحاجات برضو اللي كانت يعني من الحاجات اللي كتوش الساعة دفعنا أنت عملت ملخص في رأيينا حاجة عبيتة قوي عن مهرجان الجونة صحيح لقيت الناس كلها بتتكلم وبتهزر فعملنا حاجة عن المهرجان القاهرة وكنا بنتكلم عن منا شلبي كان فيه مننا شلبي أهو يا حسين ده كان قف بابعته لحسين صاحب بجد بقوله مننا شلبي أهو وحطته في الفيديو ففي مهرجان الجونة لقيت مننا شلبي قبلتها في المهرجان بتقول لأنا هو يا حسين فلما حطناها في الفيديو ففيرل برضو فكان من الحاجات اللي عجبت الناس قوي خصوصا أنهو ترند وفيه فنانين وفيه أفلام فأنت هم قدملك حاجة كتير مع بعض ويطلع منه قفات يعني ده أكيد ده حاجة كتير قوي طبعا طيب طبعت أي حاجة من الأفلام اللي كانت موجودة هناك في المهرجان ولا لا أنا المهرجان ده ما فيش المهرجان ده للأسف ما قربتلوش وما تبعتش حاجات لسه بتاعته بتفكر تمثل عشان احنا عارفين ان فيه ناس كتير قوي صناع محتوى ساعات بعد كده بعد ما بيخلصوا فترة معينة من حياتهم في الموضوع ده بعد ما يفضوا لا مش لازم يكونوا يفضوا على فكرة يعني فيه ناس بتبتزي على السوشال ميديا لا بس هم أنتقين ما فيش حد بيفضل على طول ناجح أكيد بس دي برضو تالنت دي موهبة فهل انت مثلا بتفكر ان انت تتمثل في يوم الأيام ولا مش عارف يعني ما فكرتش عمري في حياتي تبتزي فكر بقى لا 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 يعني والله أعايز أقولك فيه ناس كتير عرضوا ده منهم اللي بيحبني منهم اللي بيجامل منهم اللي شايف حاجة أنا مش شايفة الله أعلم بس ما حستش ان أنا ممكن اعمل ده الصراع يعني حابب اللي أنا بعمله دلوقتي ممكن قدام بس برضو ما ظنش هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن فعلا أحس ان أنا عايز اتجهلها في يوم الأيام من الكتابة وكنت قعدت قاعدة كده مع أحمد مرود وقعد يقنان عادت أقول له أنا لو كتبت ناس هتقول لبقى دلوقتي بعد ما كان بينطاقت كان بيكتب قال لي ايه المشكلة مفياش ايه المشكلة قال لي لا قال لي حتى لو هيموت ما تتهاجم يعني انت لو هاجمت حد من حق انه هي هاجمك بس كتابت ايه يعني شرح لي كتابت ايه مش نفسي يعني دي ممكن افكر فيها بعدين اكتب دراما دراما ده عكس اللي انت بتعمله خالص صح انت دايما بتكتب قامل دي اه اه احنا بدنا حاول ان احنا بقى نغير بقى بس يعني دي فكرة مستقبلية لسه مش عارف دايما بيقولوا ما عرفش لو دي حاجة صح يعني بس دايما يقولوا ان اكتر ناس بتعرف تكتب دراما هي اكتر ناس بتعرف تعمل كوميدي بس انا بوصلها من ناحية تانية اللي بيعرف يكتب دراما كويسة بيعرف يعمل اي حاجة تانية حتى الكوميدي مش العكس بس الكوميدي اصعب احنا عشان الكوميدي عندنا الفترة دي مبنية على الافي والافيات اللي فيها جناس والافيات بتاعت السوشيال ميديا فممكن دي الافي نفسه عشان يدخلق محتاج تفكير كتير بس لقى هالكوميدي طول عمرنا طول عمرها اي مع الدراما يعني شوفي مثلا عاد الامام في تجربة دينمارك المشهد بتاع لما دخل مركز الشباب وهو وزير الشباب دي دراء يعني اللي جايله الخيال ان هو يقدر يعمل اي حاجة طيب هتغششني ايه الحلقة الجاية بتاعت ميدنايت احنا النهاردة ايه النهاردة الاربع النهاردة الاربع الجمعة والله لسه مستقرناش يعني عاملين كذا حلقة عاملين حلقة عن الجوكر وعملين حلقة عن تاريخ تاريخ السينما الفلسطينية لسه مش عارفين يعني مش عارف ده هنزل ده قبل ده ولا ده اوكي بس واحدة فيهم ان شاء الله ان شاء الله لو غيرت هبعا هقول لكم ارجوك هبعت هقول لكم بتقطع كم حاجة وانت بتكتب كونزي وبعدين بعد كده بتكتب تاني من الاول كتير بس اقولك حاجة انا طول عمري لما بكتب مش في الكوميدي بس يعني من ايام من 2014 لما كنت شغال معدة او مرسل او كان يعني تعلمت ان لما يعني انك تكتب الحاجة على كذا مرحلة كل ده ما يخليها اقوية مثلا السكريبت لو تكتب على كذا مرحلة اول مرحلة انك تقرأ تقرأ الفيلم او تتفرج على الفيلم وتكتب افهات سخيفة كده بعد كده تاخده وتربطه مثلا بعد كده تعدل افهات فده ده بيخلي العمل قوي حتى لو تكتب اي حتى لو بكتب سكريبت حلقة مثلا زي اللي احنا فيها قوان كان فالكتابة على كذا مرحلة بيخلي الحاجة انضج وافضل وبتقرأ وبص عليها كذا مرة فلا انا ممكن مثلا في اول مرحلة دي اكتب حاجة خمس تلاف كلمة واخد منه في الاخر تمنمية وممكن ابدلهم اصلا وتغير كل حاجة ممكن يبقى فيه افه هيل بس انا اللي ما بفهمش فاشيله وحط مكانه افه سخيف او حاجة مش حاسسة ممكن يبقى انا مش حاسسة بس اي حالو او مودك كان عاجبك في الاول دا وبعدين تاني يوم الصبح حاسسة لو ايه بواخ بتاعتي مثلا هي حالة مزاجية قوي فانت ممكن تكتب حاجة وفي الاخر تترمي صح وفي الاخر تطلع حياة حالوة او تطلع وحشة الله اعلم يعني فلا احنا بنكتب على كذا مرحلة وبنرميك كتير ده اللي لازم عشان الحاجة ده اللي انا تعلمت عموما عمتا انت عامل شغل فضيع والله شكرا وانا مبسوطة قوي انت كنت معي النهاردة واكيد حتنورني تاني طبعا ولا خلاص كده لا 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 حتنورني تاني هنيجي هنيجي ان شاء الله انا عرفت ان اي حد بيجي هنا بتبقى ويش يستعد عليه الحمد لله حمد لله اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان يبقى يعني بعد ما يجي ابقى وانيجي هنا تاني ان شاء الله يا رب ودائما يعني او اله بس فعلا شكرا طيب انا هخليكين ثلاثيني الحلقة معي اوكي اعمل ايه انا بعملش كده مع حد انا اعمل ايه انا مع ايه ايني الحلقة بطريقتك في يوم الايام في وقت من الاقوات فترة من الفترات في سنة من السنين عملنا يوم الاربع النهاردة حلقة مع ريهام الشيخ في برنامج ترند انا محمد طاهر استنوا الحلقة نتمنى ان ايه تعجبكم سلام